بعد ما تعلمنا ازاي نصمم القطعات بتاعت الكاميرات بطريقة الفيرس فرينسبلز وكمان تعلمنا ازاي نقدر نرسل تسليح القطعات دي في الكروس سكشن عايزين كمان نتعلم تصميم القطعات بتاعت الكاميرات بس بالتشورتز وفاكين قولنا قبل كده عادة لما نيجي نصمم قطاع بتاعت الكاميرا underbending في عندي طريقتين يئما بنستخدم الفيرس فرينسبلز وفاكين كنا قولنا قبل كده ان التشورتز دي كلها مستنتاجة ما الفيرس فرينسبلز يعني بمعنى اصح ما فيهاش كونسبس جديدة وقونين التشورتز كلها استنتاجة على اساس ان القطعات ار سكشن يعني بمعنى اصح الجزء اللي شايل كومبريشن شكله مستطيل امتى التشورتز ينفع تصمم تي سكشن لو تفتكر لما كومبريشن يبقى فوق الفلانج بحيث ان هتلاقي ان الاريا اللي شايل كومبريشن برضو شكلها مستطيل طب امتى التشورتز ينفع تصمم قطاع L سكشن فاكين قلنا L سكشن بيبقى زي T سكشن بالزبط بس بلاطة من ناحية واحدة برضو هينفع تصمم L سكشن بالتشورتز لو كومبريشن كان فوق الفلانج على اساس ان الاريا اللي شغالة مستطيلة يبقى خبالك لتشورتز هينفع تصمم R سكشن عادي بس شغالة بأنهي B بالB سمول وهينفع تصمم T سكشن لو كومبريشن فوق الفلانج هتصمم زي الار بالزبط بس الفرق انه تشغل بالB كابيتل اللي هي باراتة من ناحيتين طب امتى تصمم L سكشن برضو قلنا لو كومبريشن كان فوق الفلانج يقطع لشغال مستطيل وشغال بالB كابيتل بتاعت L سكشن ان شاء الله هنتعلم ازاي نحسب الB كابيتل بتاعت T سكشن والL سكشن في الدرس ده بس عموما واضح ان الاتشورتز هينفع تصمم التلاتة لما كومبريشن يبقى فوق الفلانج لكن فاكين كنا قلنا الفريس برنس Python sound بتصمم اي حاجة يعني بتصمم ال R سكشن وبتصمم ال� T سكشن سواء كومبريشن كان فوق الفلانج او تحت الفلانج وبتصمم كمان ال ال Lß سواء كومبريشن فوق الفلانج او تحت الفلانج وفاكين كان ينفع تصمم اي اشكال غريبة زي الامثال اللي احنا حلناها قبل كده لكن فيه ملحوظة مهمة جدا الفريس برنس petites بينفع تصمم عى الاس داش لكن لتشارس ما بتصممش على اس داش يعني لتشارس مستنتج على أساس أن القطع اللي شغال شكله مستطيل ومن غير اس داش ده معنى إيه؟ إن دايما لو أنت محتاج اس داش في مسألة لازم تصمم بالفرس برانسفلز وترجع لحطة الدل تقيمة اللي احنا كنا حافظين عشان كده هتلاقي إن ناس كتير في الشغل بتركز قوي على تشارس تذاكرها كويس جدا وتذاكر من الفرس برانسفلز حطة الاس داش بس لكن طبعا في الدراسة لازم تبقى عارف كل كويس جيدا سواء فرس برانسفلز أو التشارس طبما إن التشارس خاصرة كده وما بتصممش غير قطعات على شكل مستطيل وحتى التي والإل لازم الكمبريشن يبقى فوق الفلانج وما بتصممش كمان على اس داش ليه مشهورة قوي كده؟ لأن انت هتكتشف إن أكتر من 95 فما من القطعات اللي هتقابلها سواء في الشغل أو في الدراسة بالشكل ده إن القطاع يئمة R سيكشن يئمة T سيكشن بس الكمبريشن فوق الفلانج يئمة L سيكشن وكمبريشن فوق الفلانج وده منطقي ليه؟ لأن في T سيكشن والL سيكشن عشان فيه فلانج كبيرة قوي هنا بترفع نيوترل الأكسل ناحيطها أكتر فغالبا الكمبريشن بيبقى فوق الفلانج يعني تلاقي الجزء بتاع البلطة بس هو اللي شغال والباقي مشرق وموضوع الاس داش ده نادرة ما بنحتاجه في الشغل بالذات لكن طبعا لو احتاجته لازم ترجع لحاتة الدلتة M أنواع للتشارت اللي احنا هندرسها إن شاء الله في الدرس ده تلاتة وهم الأشهر في مصر أول نوع وده أشهر نوع فيهم وده اللي عايزك تركز عليه قوي قوي تشارت بنسميه C1 وجي فيه 2 فاكتورز هنشوفهم بالتفصيل وعايزك تركز قوي ليه على التشارت ده بالذات لأن إن شاء الله هتلاقي إن كل المسائل في المذاكرات بتاعاتنا وفي الكورس بتاعنا كلها محلولة بالتشارت ده لأن ده أسهل واحد هي فيه عندنا تشارت تاني برضو نسبيا مشهور شوية بنسميه RU وميو فيه تشارت تالت أصعب شوية بنسميه R1 واميجا والتشارت ده قوانينه أصعب صنة صغيرة لكن فيه ميزة إن ده ينفع معاه ASDASH فساعات الناس اللي مش فاكرة دلتة M ومحتاجه ASDASH ممكن ترجع للتشارت ده وين كنت بصراحة أنا بفضل إن انت تبقى عارف موضوع دلتة مده كويس وخصوصا لو انت عايز تجيب minimum depth للكاميرا ومنديل الشارت اللي احنا هندرسها في الكورس عندنا وزي ما قولنا عايزك تركز قوي على الـ C1J